يلا بينا. بداية هنقول ان قراءتنا ببشرة جدا 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 لبرج الحمل. آآ كانت الفترة اللي فاتت عندك شوية تحكمات كده في الشغل. او في العمل يعني. كان فيه اشخاص بيضيقوك بيحاولوا ان هما يوقعوا عليك عقوبات. بيحاولوا ان هما يدوك جزئات او انك تتعاقب وانت ما عملتش اي حاجة. آآ كل اللي انت عملته ان انت شوية دفعت عن نفسك. وبعد كده لجأت للصمت واعدت تشتغل واعدت تجتهد وتشتغل على نفسك. وحاولت ان انت تنسى ان هما موجودين اصلا. واشتغلت على نفسك بالفعل. وربنا زي ما بيقولوا كده نصفك. جاب لك حقك. وان ما جاش يبقى هيجي في الفترة اللي جاية ان شاء الله. فيه تحسن كبير جدا 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 في الشغل. فيه ليك ترقية مستحقة هتحصل عليها. فيه فرص عمل جديدة لو انت اصلا يعني غير حاصل على عمل. بتبحث عن عمل. فيه يبقى فيه فرصة ان انت تحصل على عمل ان شاء الله. خانوني نقول كمان ان فيه رحيل للمتاعب والالام والاوجاع الجسدية والنفسية. لان المعنويات كلها هتصلح ان شاء الله. وفيه حب جديد وارجوع للحبيب وحاجات حلوة كتير ايجابية فيه العقصة. ليك يا برج الحمل بس خلينا نوصلها بالترتيب. خلاص خلينا ما نسرعش الحلقة علشان نمشي مع بعض واحدة واحدة. فخلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة. هنقول مبدئيا كده ان شاء الله. فيه ليك ان شاء الله. آآ تحسن كبير زي ما قولنا في العمل. آآ الحصول على ترقية مستحقة. الحصول على عمل لو انت بحس عن عمل اصلا ما عندكش شوق. آآ عايزين نقول اللي بيفكروا ان هما يدخلوا في مشروعات جديدة. آآ انا بقول لكم استنوا شوية. استنوا شوية ما تدخلوش في شغل جديد في الفترة ديت. في الفترة من نص يونيال حد دا يتآخره. بلاش نستنى شوية نتروى يعني ونتقنى شوية. ان شاء الله ليكم انتصار وان شاء الله ليكم حصول على حقكم اللي كانت متأخرة او اللي انتم بكتش عرفين تحصلوا عليها. ايا كانت الحقوق دي بقى. اذا كانت حقوق في المال حقوق في ورس حقوق حاجة. كله ان شاء الله هيكون في تزديد للاماكن ديت. خلينا نقول كمان ان شاء الله ان شاء الله يارب فيه آآ فرصة حلوة جدا لبدايات جديدة في الحب. وفرصة كمان لرجوع الحبيب للاشخاص اللي متشوقين جدا لانه يرجع. بالذات واللي ما كانش حصل اي حاجة تسكر بينكم وبينه وبعد فجأة. فهو راجع ان شاء الله ما تقلقوش. هو اختفى في الظروف غمضة كده واختفى فجأة. ده لان كان حدث عنده بعض الظروف وبعض الناس برضو حاولوا يدخلوا علشان يبعدوكم عن بعض. ففيه انصلاح للاحوال دي كلها ان شاء الله. آآ في زي ما بيقولوا كده ايه? فرصة كبيرة للرجوع واصلاح ما كسر ان شاء الله. آآ في طبطبة كده على الجروح وفي آآ يعني حبيبك يقولك انا كنت غلطان في حقك انا عملتك كده انا ما كنتش رأسط. فاكيد انت هتحس بمعنويات عالية جدا. آآ آآ هتحبوا الاحساس ده قوي. آآ طبعا اللي رافضين تماما في الحالة دي هم حرين جدا. انا ما بفردش على حد. آآ خلينا نقول ايه كمان دايرة الحظ معاك وبتخدمك في الدراسة. في الدراسة. تمام? آآ ان شاء الله لك تحسنات كتيرة. خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين حبيبي. بالنسبة لكم يا منفصلين في تحقيق لدعوة غالية جدا. وطلب منكم دايما ان الحبيب يرجع او الزوج. آآ والدته او الحمى كانت وقفة ومعكسة في الموضوع دوت بالنسبة للمتزوجين. وفيه برضو حد من اهله هو اللي رفض فكرة الارتباط ومانعكم عن بعض. الشخص ده يعني ولا يعني زما يكون كده هيتغمى شوية او هيتلاها عنكم شوية وهترجعوا لحبكم. آآ هيفضل برضو يدايقكم ولكن حاولوا بالسياسة ان انتو تتغضوا عن الامر ده وتعيشوا حياتكم علشان ان الحياة مش هنعيشها كام مرة. والهد دي سهل النمل بنا صعب. تمام. آآ بالنسبة بقى لآآ الغير المرتبطين يعني اللي هما العزاب ومتأخرين الزواج. سامحوني جدا انا فعلا تعبنى جدا صحيا فياريت دعواتكم. وياريت ما تنسونيش من اللايك. شوفوا بقى سبب تأخير الزواج وجود سحر. في حد عمل لكم عمل بالتعطيل وقف الحال وعدم اتمام الزيجة. وللأسف انتو عمالين بتنتظروا بقى لكم فترة طويلة جدا ما فيش حاجة بتكمل. آآ المتعب بتزيد. الالام بتزيد. كلما تحاولوا تحلوها من جهة بتتعقد. مش عارفين تعملوا ايه. انا بنصحكم ان انتو تروحوا لحد طبيب. مش طبيب. معالج مؤتما. يقدر ان هو يعالجكم. ويقدر ان هو يتقل الله فيكم. وان شاء الله تشوفوا كل الخير في ايامكم اللي جاية. كمان في رحيل للمتاعب والالام ان شاء الله فترة قريبة بعد تمام المعالجة. هيكون في فرصة للتقدم والزيجة. خلينا نشوف كده كمان. آآ. الالام متكتر عليكو قوي. ولكن خلينا برضو نقول ان ايه اللي هيحصل. خلينا نشوف كده نجيب من النص عشان محدش يقول انت كنت مجهزة الورقة. خلينا نقول ان في حالة المعالجة التامة هيكون في خيرات ان شاء الله. هيكون في زيجة وتعرف على اشخاص خيرين. هيكونوا من حدكم من نصبكم وهيكون بينكم وبينهم وفق. وهيحصل ما بينكم بينهم تعارف وهيحصل تآلف وود. وتقدم للزواج ان شاء الله. تمام? خلينا نشوف المرتبطين بقى والمتزوجين نظامهم ايه او وضعهم ايه في القراءة بتاعتنا النهاردة. آآ. خلينا نقول آآ. ايه الدنيا يا ترج الحمل للمتزوجين. آآ. عايزين نقول ان الفترة الفترة كان فيه شكوك كده بتصوركم مما بينكم وبين الشريك او بينكم وبين الزوج. كنت حاسين ان هو بيخونكم بيخدعكم ممكن يكون على علاقة بحد تاني. والعكس برضو. بالاتجاه التاني يعني. آآ. فكان فيه شكوك كتيرة وكان فيه ناس كتيرة بتحاول تزرع. بتزرع الفتنة بينكم. احب اقول لهم ان آآ. لازم كل واحد يلتزم بحاله. آآ. ويسيبوا الناس تعيش حياتها. ومش معنى ان واحدة قدامك او واحد متاني لازم ندخل بينهم ونفسد العلاقة. لا المفروض ان احنا نسيبهم فهانة وسعادة وود وامان. كمان عايزين نقول ان لو حد فيه كنت علاقة ثلاثية. فللأسف فيها بعض المشاكل دلوقتي وبعض المطباط وممكن حتى يكون فيها فراء. آآ. عامة انا ما بنصحش ان يكون في حياة اي من قدم علاقة ثلاثية مهما تكون العلاقة الثنائية متعبة. لان يعني ده هو صاحب بلان كداب ومال صاحب ثلاثة هيبقى ايه. فهتبقى فيه صعوبة جدا في التعامل بصراحة. وبقى فيه غش كتير وكتب كتير. ولو ان في بعض الناس بيتحطوا في العلاقة دي مجبورين لان اصلا في الاساس بيبقوا فاكرين ان العلاقة الثنائية وبعدان يجوا يبصوا تلقوا فيها طرف ثالث. ففي ان شاء الله حواليك طاقات كتير طيبة يا برج الحمل. في حواليك طاقة نارية زي طاقة برج الاسد وعندك طاقة طرابية زي طاقة برج الطور. ان شاء الله هتكون حواليك وبتساعدك علشان حياتك الزوجية او حياتك المرتبط لحلقة الحب بتاعتك تفضل مستمرة وماشية مع على خط مستقيم وماشية في صلاح الحال. فالناس اللي بتساعدك دي لازم يكون لها كل الشكر وكل التقدير. هنشوف لحبيبي بالنسبة لمتأخرين الزواج. احنا شوفنا. هنشوف الوقتي ليه المرتبطين. فبالنسبة للمرتبطين صف زهنت خالص. حاول ان انت يبقى بينك وبين اللي بتحبه سلام وبينك وبينه تعاطف وتحب عشان قطر الايام اللي جاية تعدي وتكون احسن. بالنسبة للمنفصلين. فبالنسبة للمنفصلين فيه رجوع هوت للحبيب آآ السابق. وفيه كمان مشاعر طيبة بينكم وبينه. آآآ فيه تقسيم للمجهود بينكم وبينه بعد الصلح. وهتبقى الحياة احسن واحلى ان شاء الله. بحبكم في الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة